السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان والاخوات. اليوم ان شاء الله بإذن الله سوف نشرح لكم واحدة الموقع. هذه الموقع تقدر من خلاله انكم تعرفوا تكاليف ديال السفر. سواء كنت اتصفروا من اي مكان في العالم فرنسا اسبانيا وما الى ذلك. فهذا الموقع هذا سيحاول يعطيكم تكاليف الصفر. سواء كنتوا مثلا غادي تصرفوا لرسكم مصارف رخيصة او مثلا بغيتوا تصرفوا لرسكم يعني في مسائل اللي هي فاخرة. اذا بدون اطارة نبدأ الشرح ديالنا. نمشي محارك ببحث. وكتبوا budget your trip. budget your trip. click search. اذا مباشرة نكليكيو على الرابط الاول. وديما قبل ما نكليكيو على الرابط الاول. غادي يمشي ونتأكدوا من الموقع واشوه ليجال او لماشي ليجال. اذا اول موقع نكليكيو عليه. اذا كما كتشوفوا الموقع ليجال وتشوفوا سكور دياله. اذا مية في مية ليجال الاخوان. هم معلوماتها لهذا الموقع دا. اذا كما كتشوفونا يا تلتاشر سنوة كين هاد الموقع دا. كيستعملوا هو العديد من الاشخاص ويقدروا بها الاشخاص اللي باقي ما كيعرفوا هاشي. هذه يعني الفرصة انكم طلعوا على هاد الشرح هذا. اذا نمشي مباشرة نكليكيو على الرابط ديالنا. ادينا مباشرة. انا هاد سيد ويب. اذا. هاد سيد ويب. هذه هي الوجهة دياله الاخوان. طبيعة الحال باللغة الانجليزية. ما فيش اللغات. اوكي. اذا غال نحاولو مع امكان ستعملوا ب اكستانشن ديال بوجل ترادكسون. مش ان انا يعني ندعم الفائدة لالاخوان. اذا كما كنتشوفو على الاخوان هنا عالنا باوت. نمشوا ونقرؤوا على هذا الموقع شي حاجة وكانوا واحد مسألة مهمة في الموقع الاخوان. اذا نقوم بترجمة اه بهذه الصفحة هذه. اوكي. اذا بجت يور تريب. هذا الموقع الاخوان كيساعدك كما قلنا مش انك ضرف ميزانية ديالك وضرف اه مثلا كتيات صفة ضرف ميزانية اللي ادعاء معك. مثلا جوجد ملايين ثلاثة وما الى ذلك او لا اقل وضرف يعني اه كل مدينة اشحال اه يعني متوسط ديال معيشة دياله. اوكي. اذا بالنسبة عن هاد الموقع دا هاد جوجد ديال اشخاص بريان ولوري هما اللي قاموا بالانشاء دياله. هلاش قاموا بالانشاء دياله? حيث هما جدت واحد الفترة كانوا بشاو صفروا خمسين دولة كما كنتشوفها هي خمسين دولة وكانوا عملوا واحد رحلة حول العالم مدة ديال عام في ا comparing الفين وتسعود ولكن المشكل اللي كان اه عندهم هو انهم لا كانوا شي يعرفوا. الميزانية دياله كل دولة او الميزانية الشيء ستكفهو ماشا انهم يقوموا بهذا الرحلة. وكانوا فيما كيبشيوا كيستقروا في شمدينة او لا كيصفروا شمدينة كيستقصيوا الناس على اتميناد الميعيشة والاتميناد الاوتير واثميناد الكيرة واثميناة المواصلات وما الى ذلك وكانوا كيدون ذلك الشي عندهم في واحدة بس دوني ديال 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 مصارف كبيرة بزاف وقروا انهم يقوموا مما انه ما كيش شي موقع كيقوم بهذا الخدمة هذي فقروا انهم يعدلوا هاد الموقع اللي هو اوكي اذا اه نمشي من الواجهة الرئيسية هادي قصة هاد الموقع الاخوان عن هنا يا اوكي اذا هنا يا ديستينايشن سيرتش مثلا على سبيل المثال بغينا نشوفوا اي دولة على سبيل المثال بغينا كتبوها هنا او بغيشوا الكليكو على الدول اللي كان هناك ماروكو ايرلاند برازيل وما الى ذلك هناك كندا كوستار ريكا بيرو اروبا اوكي هناك كينا بغيتي مثلا لزاكتي في كل دولة مثلا بشتين فرنسا شمنهم ما لزاكتي فيتي اللي تقدار انك تقوم بيهم في ذكي الدولة وهناي مثلا عندك هاستلس ان باجت اكمونديشن مثلا اللي زاكتي اللي هستلس حال الباجت دي تقدر انك هذا تصرف فيهم اوكي اه كاتلك مثلا احسن اللي زاكتي اللي كانين في مثلا في كل دولة وما الى ذلك الاخوة من القائمة الطويلة ونخلكم انكم من طبيعة الحال تكتشفوا هاد الموقع واخر ما عندكم شى اللغة كي ما اقول لكم جوجل تراديكشن كليك الى ترادويسيت باج وكي يقوم بالترجمة دهات الصفحة الى اللغة العربية اذا الوجها دي انا مثلا اه كليكوا على فرنسا لما اكتبوا اذا شابينا هات الصفحة هذه اوكي اذا حاولوا نترجمها اذا نترجمناها باللغة العربية عنها هنا هي واحدة لابار هنا هي كين متوسط التكلفة اليومية بتدعرف متوسط التكلفة بتدعرف متوسط التكلفة بتدعرف متعلان اقامة بتدعرف وسائل نقل نقم من الموذل الطعام وسائل الترفيه نصائح والنشارات عملية الاحتيار والسريقة والحوادث كتكتل عملية السريقة في كل دولة مثلا اه هنا هي كين دليل السفار كم ستحتاج من المال لرحلتك الى فرنسا يجب ان تخطط الانفاق حوالي مئة وتمانين يورو يوميا في اجازتك في فرنسا وهو متوسط السير اليومي بناء على نفقات زوار الاخرين اوكي اذا اه 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 اعتقدنا واحد المتوسط احنا نحاول ما امكننا من هو بالدرهم بما اننا في المغرب اذا درهم موروكو هنايا عنا نمط السفار لحده في الميزانية الرخيصة اوكي اذا نحاولوا نرجع عن الدرهم المغربي اذا هكذا اوكي اذا نحاولوا نترجمها باللغة العربية اذا بالنسبة من دولة فرنسا فمتوسط التكلفة اليومية لكل شخص في اليوم هو سبعمائة وخمسين درهم بالنسبة للاسبوع لكل شخص فهي اربعة وتسعمائة وسبعة وشرين درهم بالنسبة الاسبوعين تسعة آلاف وتمان ومئة بالنسبة بالنسبة للشهر يعني اه جل مليون امية بالنسبة للزوجين اسبوع واحد فالتسعة آلاف وتمانمية فبالنسبة للزوجين اسبوعين هي مليون وتسعمائة بالنسبة للزوجين الشهر فهي اربعة المليون ومئتاين اوكي اذا ادواء المتوسط ديال اه المصارف بالنسبة للإقامة فندق او نجول لشخص واحد فهي اربمائة وثلاثين درهم من الليلة بالنسبة للإقامة يعني الإقامة المزدوجة النموذجية غرف يعني غفا فتمانمائة وتسعود واربين درهم اوكي اذا اه صراحة موقع رائع يعطيك دكش يعني بديتاي هناك تكتر اسم الفندق وشحال تقدر مثلا فندق ميدرانج فتمانمائة وستاش يعني درهم بالنسبة للمواصلات سيارات الاجراء والحافلات المحلية والمتر والانفاق الى اخره في يعني تقدر مثلا اه ميد درهم على سبيل المتال لتكلفة ركب سيارات الاجراء في فرنسا اكثر بكثير من وسائل النقل العامة في المتوسط انفق المسافرون السابقون تسعة فصيلة سوى تلاتون اوورو الشخص الواحد في اليوم على وسائل النقل المحلية في فرنسا اوكي انا تقدر تقرأ هذه المعلومات هذه مجدد تأخذ واحد الفكرة عامة على الدولة اللي غاد يمشي لها مدى انفق الاخرون على النقل كما كتشوفو انا يا كاتك خلاصة دي الناس اللي سافرت من فرنسا وشحال نفقت ميزانية النقل بين المدن في فرنسا اوكي اذا بالنسبة لميزانية الترفي في فرنسا فغادي يخصيك واحد مياء درهم اذا عادة ما يكلفو الترفي الانشيطة في فرنسا متوسط ساعة تسعة اوورو للشخص الواحد في اليوم اذا الموقع كي يعطيك العديد من المعلومات الاخوان فهذا صراحة بزرد الاشخاص كي سافروا وما كيعرفوش انه مثلا الناس اللي كعادلوا فيزا ديال السياحة كي بشيون المجموعة ديال الدول وما كيعرفوش حال غادي يكون عندهم في البنك على سبيل المثال وهذا يقدر يعاونك ايضا مش انك مثلا القنصولية ما تكونش عندك المشكل معها بناحية ديال الفلوس اللي تكون عندك في البنك اوكي تقدر انك تستعن بهذا بهذا الموقع ده وتقوم بالحساب الميزانية الخاصة يعني ديالك اللي غادي مشي بها دولة معينة اذا تنين يا اخوان كنكون وصلت نهاية هذا الفيديو هذا اه كنتمنى تكونوا تستفدتم منه باجيت يو تريب صراحة موقع رائع جدا واذا اعجبك الموضوع فكل ما عليك هو انك تضغط على زر لايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس الرمادي وما نتنساش دايما تشارك الفيديوهات مع الاصدقاء مش تتعم الفائدة على اكبر نطاق بتي اي موضوع نقوم بشرح دياله بقصوص الويب او تطبيقات لواتف نقالة فكل ما عليك اخي اختي هو انك اكتب لي اسفل التعليقات دمتم في امان الله الى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة